السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتحدث على نسبة احتكار البيتكوين الدومينونس خصوصا أنها وصلت تقريبا للواحد وسبعين بالمئة السبب راجع لأن البيتكوين حقق أسعار 28422 سنتحدث على علاقة الدومينونس بالعملات البديلة عندما ستنخفض سترتفع العملات البديلة ولكن ما هي النقاط التي يمكن للدومينونس أن ينخفض منها وتعطى الفرصة للعملات البديلة كنا قد تحدثنا في آخر فيديو على ما صار واتجاه البيتكوين كان أنا ذاك في أسعار الـ 24 ألف دولار بعدما اخترق هذه المقاومة التي كانت تظهر سلبية سعر البيتكوين كان يظهر لنا سلبية هنا بعد كل اختراق ضروري من إعادة الاختبار كان الاختبار هنا توقعنا أن البيتكوين سيصل لأسعار ما فوق 28 ألف دولار في هذا الأسبوع البيتكوين يجيبنا على السريع في يوم واحد يصل لأسعار 28422 الفرصة التي تحدثنا عليها في حلقة سابقة أن هناك دائما فرص هناك شورت هناك فرص في العملات البديلة شورت من أسعار 28 ألف وأربعمائة دولار إلى مناطق 26 ألف وخمسمائة دولار تتخيل معي هنا ماذا حدث للعملات البديلة عندما حدث هذا الشورت نأخذ الدومينونس الخاصة بالبيتكوين ونرى المصار الخاص بالدومينونس من أي النقاط انخفض عندما ارتفعت العملات البديلة لأسعار كبيرة سنة 2017 أنذاك كانت نسبة احتكار البيتكوين المرتفعة تجاوزت 90% هنا انخفض إلى حدود الواحد وستين عرفت العملات البديلة ارتفاع جيد هنا عندما وصل لنقطة الواحد وسبعين بالمئة كانت هي النقطة الفاصلة ما بين البيتكوين والعملات البديلة عرفت انخفاض قوي لاحظ ماي هنا انخفضت إلى حدود 49 نسبة الاحتكار معه ارتفعت العملات الرقمية بشكل جيد أكثر ثم عاودت هذه النسبة الاختبار نقطة الواحد وسبعين ورأى لم تستطع اختراق مقاومة الواحد وسبعين بالمئة ثم عرفت نسبة احتكار البيتكوين انخفاض قوي وصلت إلى الخمسة وثلاثين بالمئة هنا تعلمون الانفجار الذي حصل للعملات الرقمية البديلة كل العملات ارتفعت لأسعار كبيرة كبيرة جدا لو أخذنا على الكون ماركت كاب سنرى هذا بشكل جيد هنا عندما كانت النسبة مرتفعة وهنا عندما انخفضت نسبة احتكار البيتكوين إلى 37% لم يعطينا في الكون ماركت كاب الرقم الحقيقي رقم تقريب 37% بل وصلت لـ 35% مع هذا الانخفاض القوي لنسبة احتكار البيتكوين وعطت فرصة كبيرة للعملات البديلة كلها حققت أرقام كبيرة الآن نأخذ الشرط الخاص بالدومينونس لاحظ معي بعد انخفاض إلى 35% كم مرة وصل إلى الـ 71% ثم انخفضت الدومينونس وتعطى الفرصة للعملات البديلة هنا لو تتذكرون من سنة 2017 أخذت نسبة احتكار البيتكوين ارتفاع متواصل وكانت العملات البديلة في مصار انخفاضي تقريبا سنة 2018 وسنة 2019 إلى حدود نهايتها كانت العملات البديلة في مصار انخفاضي حتى وصلت النسبة إلى الـ 71% هنا لو تتذكرون الارتفاع التي كانت أظن في شهر 5 أو شهر 4 من هذه السنة كانت ارتفاع طفيفة يعني ضعيفة العملات تقريبا في ثلاثة أربعة خمسة ارتفعت العملات ارتفعت نسبة احتكار اقتبرت من الـ 71% عرفت انخفاض إلى الـ 57% لو تتذكرون أظن شهر 9 كانت ارتفاع أخرى في العملات البديلة هنا العملات البديلة بعد ارتفاعها كمثال عملة السويب أنا داك هنا كانت في الخمسة دولار عرفت ارتفاع قوي كانت تقريبا في 0.50 أو 0.40 عندما وصلت الآن الدومينوس إلى الـ 71% الآن في اختبار لمناطق الـ 71% أفضل شيء هو أن تظهر السلبية هنا عندما تصل نسبة الاحتكار إلى الـ 71% يكون انخفاض لهذه النسبة ومعه ترتفع العملات البديلة السيناريو المتوقع والذي ممكن أن يحدث إذا تم اختراق الـ 71% فسيعرف البيتكوين ارتفاع قوي المستجميلين خزنوا عملات بديلة مشاريعها جيدة هذا أمر ضروري لكي تعرف هل تأخذ لك بيتكوين أو عملات بديلة المهم حاليا لم هناك اختبار في مناطق الـ 71% سنحاول الحديث مرة أخرى في حلقة قادمة إن شاء الله على هذه النسبة يعني تتحكم بشكل كبير في اتجاه ما صارى العملات الرقمية نبدأ حديثنا على العملات الرقمية قمنا بطرح لكم تقريبا عشر عملات كما اشتغلنا في آخر فيديو هذه عملات طرحناها لكم عملة التازوس عملة النيو عملة التاتافيول عملة السويب عملة الفيتش عملة اللوم الماتيك الهارموني وانتولوجي والفونطوم نأخذ العملات التي أخذت أكبر نسبة من التصويت تقريبا خمسمائة واثنان وستين تصويت النسبة العالية الأولى أخذتها عملة النيو بستة وعشرين بالمئة أتت في المركز التاني التاتافيول ثم عملة الماتيك ثم عملة السويب لذلك سنأخذ أربع عملات من هذه العملات ثم سنطرح لكم تصويت آخر غدا إن شاء الله ندعوكم للاتحاق بقناتنا على التليجرام لكي نتقاسم معكم كل كبيرة وصغيرة المهم نبدأ حديثنا على العملات الرقمية نبدأ بأول شيء ما تحدثنا عليه على عملة الوان إنش عندما قلنا لكم لا تستثمروا في العملة ولو مشروعها قوي قوي جدا والعملة من العملة القوية في الديفاي ولكن ما يروج في العملة فقط خمسة وعشرين مليون وططل سبلاي هو مليار وخمسمائة مليون بالمناسبة مبروك للإخوة الذين تسجلوا على منصة الوان إنش عندما قمنا بعمل فيديو شرح لمنصة الوان إنش وقلنا لكم أن ممكن أن العملة ستقوم بطرح عملة خاصة بها وستعطي مكافأة لمستخدميها الذين يقومون بعمل تداول على المنصة اللامركزية الوان إنش كافأة مستخدميها بتقريبا ألف ما بين الألف وخمسمائة إلى حدود الألف وسبعمائة دولار من عملة الوان إنش ما المتطلبات لكي تحصل على العملة أن تكون قد عملتك عملية على منصة الوان إنش أقل شيء عشرين دولار مثلا شريطة إيتريوم أو شريطة أي عملة كما كان النوعه على المنصة وتكون قد تسجلت على المنصة تقريبا قبل شهر أو شهرين وضعنا شرح لمنصة الوان إنش قبل ثلاث أشهر وقلنا لكم هذا الأمر ممكن أن تدخل إلى القناة وستجد فيديو تقريبا مرة عليه أكثر من ثلاث أشهر كتبت عليه يعني عملات مجانية أين هو الفيديو سأبحث عليه لكي أريكم الفيديو أول فيديو منصة الوان إنش أول شرح الذي قمنا بعمله تقريبا ثلاث شهور منصة الوان إنش شرح منصة الديفاي وإمكانية الحصول على العملات الرقمية مجانا شرحنا لكم هذا الأمر وهذا ما حدث من الممكن أن أشرح لكم منصة أخرى اسمها مونيسواب أيضا يمكن أن تطرح العملة الخاصة بها سأشرح لكم طريقة تسجيل الحساب وطريقة عمل عملية واحدة اشتري وبيع عملة ثم أسحب رسيدك 20 أو 30 أو 50 دولار عندما تقوم بطرح منصة طرح العملة الخاصة بها ستكون من أول الأشخاص الذين يستفيدون أي شرح نعمله على القناة ممكن أن تستفيد منه في الحال أو تستفيد منه مع مرور الوقت هذا مع الكثير من العملات مبروك للإخوة على فكرة مبروك للإخوة الذين نستمروا في عملة زيليكا شرحناها مرة وقت طويل كانت في أسعار 0.00 تقريبا 6 حاليا وصلت تقريبا 10 سنت مبروك يعني مشروع قوي إنما يكون المشروع قوي على المدى البعيد يعطيك ربح جيد قلنا لكم ملوان إنش غير جيدة لإستجماع كانت في أسعار لـ 2.48 لماذا؟ ليس لأن المشروع سيء لا هناك بعض العوامل التي تتحكم في مصار واتجاه أسعار العملات الرقمية يجب أن تأخذوا بالإعتبار هذه الأمور قبل أن تفتح الشرط وتقوم بوضع الدعوم والمقاومات والإتجاه السائد أم نازل بحث أولا مشروع العملة وقوم بأخذ هذه الاعتبارات الأولى ما يروج في العملة وطوطل سبلاي والمكس سبلاي مثلا ويمكن أن تقوم بأمل تحليل وتضع الدعم الخاص مثلا بالـ 1 إنش مثلا في 2 دولار فريقة العملة سيقوم ببيع مليون وحدة عملة 1 إنش أين ذلك الدعم الذي وضعته؟ لن يصبح شيء اسمه دعم فريق يبيع مليون وحدة عملة 1 إنش هنا سترى شورت قوي هكذا يتم كسر الدعوم السبب الرئيسي في كسر أي دعم هو فريق العملة أو جهة معينة شارة التوكن يعني بثمان رخيص 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 أو منصة من المنصات التي أخذت التوكن بشكل رخيص المهم هذا ليس موضوع أنا فقط نريد أن نعطيكم بعض الأمور المهمة التي لا يتحدث عليها أي شخص باتاتا سواء في المحتوى العربي أو المحتوى الأجنبي أول العملات هي عملة النيو أخذت أكبر نسبة من التصويت عملة النيو من العملات القوية والجيدة والتي لديها بلوكتين من نوع مميز منافسة لعملة الاتريوم عملة النيو لديها أكبر قاعدة للبيانات بعد الاتريوم عملة صينية لديها شعبية كبيرة في الصين هي الأولى شعبية وها كبيرة العملة الماركش كابا الخاصة بها تقريبا مليار دولار الفوليوم اليومي محترم خمسمائة وخمسة وخمسين مليون دولار ما يروج في العملة سبعين مليون دطل سبلاي والماكس سبلاي مئة مليون لا نريد الإطال عليكم في هذه الحلقة فقط سنلخص كي لا نطيل العملة كانت وصلت تقريبا لأكثر من مئة وتسعين دولار الالتايم هاي وصلت لأسعار المئة وستة وتسعين دولار سنة 2018 أقل مبلغ بدأت في سنة 2016 0.07 حاليا في أسعار الخمسة عشر دولار مشروع قوي 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 من العملات القوية والتي لديها صمعة ممتازة بين المستشمرين مشروع قوي صراحة عملة النيو من العملات القوية ننتقل لتاني المشاريع مشروع النيو قوي عملة الماتيكة التي أخذت تاني أكبر تسويت كثير من يسأل على هذه العملة خصوصا أننا كنا قد راجعنا مشروع العملة منذ مدة طويلة هناك بعض المشاريع الصراحة التي أنت ما تطرح المشروع الخاص بها تعرف حتى مشاكل الأتريوم تعرف أشياء تقنية تعرف كل كبير وصغير ولكن في الأخير لا يصلون إلى أي حل الماتيك من العملات التي تشغل في الأتريوم والتي تريد أن تعطي حلول لشبكة الأتريوم خصوصا أن الشبكة الأتريوم حاليا لم يطرح الأتريوم 2 وهو قريب سيطرح الأتريوم 2 لحل كل هذه المشاكل ولكن الشبكة حاليا هناك الكثير من المشاريع تشغل في الأتريوم لحل مشاكل الضغط مشاكل الاقتطاعات مشاكل السرعة في التحويلات العملة تشغل في السايتشين قمت بطرحة ديفاي الخاص بها ولكن مسألة الديفاي هو مسألة تقا تقاة المستشميرين مسألة الديفاي تقا حاليا لديهم ديفاي ولكن ليس به مستشميرين ليس به اهتمام من المستشميرين مشروع الماتيك حاليا أصبح مشروع لا بأس به إلى حدود العادي نعطي تقريبا 16 عملة الماتيك خصوصا أن الأتريوم 2 عندما سيطرح الأتريوم 2 لن ينتظر العملة التي تشغل في السايتشين خارج شبكة الأتريوم الأتريوم 2 سيتمد على الشبكة الداخلية سنحاول تخصيص حلقة خاصة على عملة الأتريوم والفرق بين الأتريوم الحالي والأتريوم 2 ما سيتغير في شبكة الأتريوم مشروع 6 على 10 عملة الماتيك لم يصل لكل الأمور التي كانوا يتحدثون عليها الكل وضع أماله في هذا المشروع والكل تحدث عليه بإيجابية ولكن لم يصلوا لأي شيء قاموا بها تقريبا 4.7 مليار سبلاي 10 مليار والماكس سبلاي 10 مليار مشروع عادي لحدود هذه الساعة ننتقل لثالثة العملات عملة التيتا فيول والتي الكثير من سألني على هذه العملة ما هو مشروع عملة التيتا فيول أول شيء لكي يعلم الجميع هذه العملة هي القاز التابع لعملة التيتا أمها هي التيتا الكابير مشروع العملة الشغل في ستريمين قامت بعمل بعض الشراكات من أبرزهم شراكة مع جوجل جوجل كلاود عملة مشروع جيد لديها مشروع خاص بها غير مكرر هي التي احتكرت مجال الستريمين المجال الميديا مشروع قوي عملة التيتا ولكن التيتا فيول هي الغاز الخاص بهذه العملة مثلا فريق التيتا يريد أن يطور البلوكتين الخاص به ضروري من الغاز ليعطى الغاز المطوري يعطى العامة لكي يقوموا باختبار شبكة التيتا مشروع التيتا جيد العملة التيتا فيول فهي تابعة لعملة التيتا هذا غاز لعملة التيتا مشروع التيتا لا يمكن أن أقول لك مشروع هذه العملة أتحدث لك فقط على العملة الأم مشروع قوي من العملات القوية وهذا فقط الغاز الخاص بها عندما ترتفع العملة الكبيرة تتبعها التيتا فيول وهذا أمر عادي آخر عملة عملة الفونطوم التي طلبتموها مني غدا إن شاء الله سأضع لكم عشر عملات ضعوا لنا العملات التي تريدون أن نضعها لكم في التسويت في التعليقات نتحدث الآن على مشروع الفونطوم سعرها الحالي 0.17 بالساتوشي 64 ساتوشي الماركت كاب الخاصة بالعملة 44 مليون دولار الفوليوم اليومي 5.6 مليون ما يروج في العملة حاليا 2.5 مليار تطل سبلاي والماكس سبلاي يعني تطل سبلاي 2.5 ماكس سبلاي 3.1 مليار العملة من المشاريع الكورية تقريبا كورية معروفة بعملة الايكون وعملة الفونطوم لديها بعض الشركات مع بعض الإدارات الكورية العملة قامت بطرحة الكثير من المنتوجات من الساق المركزية الخاصة بها طرحة ستيكين طرحة اللاندين طرحة الكثير من المنتوجات العملة أيضا تشغيل سكايلين لديها بلوكشين من نوعية الداغ مشروع صراحة جيد عملة الفونطوم نعطيها تقريبا 7 إلى حدود 7.5 نرى الأول تايم هاي وصلت لأسعار 0.56 أقل مبلغ وصلت إلى سنة 2020 0.0019 من العملات الجيدة عملة الفونطوم هنا أنهينا حلقتنا لليوم البيتكوين ونسبة احتكار البيتكوين هي التي ستعطينا اتجاه مصار العملات البديلة إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا دعمها بلايك ومشاركتها مع أصدقائكم تنسوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقل مبلغات البديلة ترجمة نانسي قنقر